حاجة خطيرة برشا صارت البارح تتعلق ببلادنا وتتعلق حتى بالأمن القومي بتاعها منين صارت مش بشتجدة عليكم ساعا نقول لكم اللي هي سابقة ما صارتش حاجة كيف من هكا قبل صارت من قلب الكيين لكن نيتن ياهو عام الكونفيرونس دي بريس في البيرو متاعه من فيريست الحكومة و بش يحكي فيها عالمخاطر اللي تمتعرض لهم الكيين و من دول المجاورة و من المقاومة و هي لا يخيري هي في وسط الكونفيرونس عندو ايكران كبيرة كي جبد من الول فيه خاريطة الخاريطة فيها على اليمين متاحة الشرق الاوسط و على اللي صار شمال افريقيا عديد الدول موجودة و كل دولة في الخاريطة محتوط فوقها الاسم متاحة يعني حتى اكثر الدول العداء بما فيهم ايران اليمن العراق و المشاكل متاع المقاومة لقاعدة سايرا الكيين و الاخيري هي حسينوا دون حتى ادنى استفناء الدولة الوحيدة من جمل كل الدول اللي على الخاريطة موجودة لكن مغير ما تحط الاسم متاحة هي تونس يعني حتى الصحراء الغربية مكتوبة بالصغير اسمها محتوط الا تونس ما هوش محتوط الاسم متاحة وهذه سابقة وتعرفوا انتم اللي ما نجمش يكون بش حتى واحد فيكم اللي لازم ينحي من مخوا اللي هي تنجم تكون غلطة ولا سهوة يعني خاريطة بش يحطها السيدة ذاكة تمتني سيد حاسير على اكران و يفسر بها وتكون فيه غلطة ولا حاجة منسية مستحيل كل حاجة كل ديتيز غير موجود في الخاريطة ديك هو رسالة ومساج هاو طبش ندور الكاميرا و نوريكم هنا بالتليفون لحكاية بالضبط خانطبوا مع بعض كي ما تشوفوا تشوفوا فيه هو واقف اللي ما يتسميهش هاو كغادي وراه افغانستين وين راسه ثم ايران ثم عراق ثم اليمن هايكا لوطة سعودية محطوطة فهمت البلدان الكل موجودة تركيا هايكا الفوق حصيلو لوردن الشرق الوسط البلدان الكل هم موجودين بباعد كي تجي من هنا تدخل انتي تمشي شمال افريقيا تلقى مصر ليبيا تزايرة هايكا مغادي المغرب هاتوا نزيد ندور لكم شوية جوست الكاميرا هايكا شوية تلقاوا حتى هايكا الصحراء الغربية مغادي دربوا لي ما يتسميه وشاهدوكم من حبش نوريه فهمتني وشنوه ثم في الوسط ثم تونس هي الدولة الوحيدة كيما تشوفوا في خريطة كاملة ما ثماش الاسم متاحة ما هوش موجود نقدمو نحنا هاو بش نحط لنمشي شوية هاي سيدي ووالا هايه 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 الفيديو هايه تزيد تقرب ريتو كيفية شخص ووالا معناها هكمل زيت قرب وورا كيما تشوفوا انتو ما حاطت هاوكا هوا باكا الباكيتا ذيكا بستيك حاصيلوا يوري فيهم ويفسر فيهم والدولة الوحيدة اللي ما هيش موجودة هي دولة تونس اللي مش مكتوب عليها الاسم متاحة اغفش نكمل نوريكم الفيديو شوية جوست تقدم نجمو تستخلصوا كيما قلت لكم في اول فيديو اللي اشد اعداءوا موجودين غزة محتوطة تي السحراء الغربية من غادي محتوطة ايرانيا من الى اخيري الا الاستثناء الوحيد هو تونس انت شنو تحب تقصد تحب تقصد اللي مكش مستعرف بها الدولة فهذا ويسام شرف لنا حاجة تفرحنا تحب تقول اللي انت ممكن هي في مخك في البرنامجك تحب تفسخها الدولة هذي فنقول لك مش لازم اقول لك يا ابتا شوية حتى ساعة تكمل تفظ الفوف علي حالينها فيك المقاومة شوية عليمين وشوية عليسار مش نجم توصل تخمم في حاجة كيف من هكا لكن بعيدا كل البعد على هالخطابات متع النخوذية متع نحنا وما يكلمنا حد وما يشدنا حد لازم نقرأ وحساب الاختر انه واضح واضح على الاخر انه هي رسالة مقصودة وراهو اللي هذوكم من نجمش حتى نقول عليه ومع بيد ما يعملوش حاجات كيف من هكا يخليوها وزار كل شي كل مواندر بتي دتاي راهو رسالة وراهو فيه قصد معين ولذين احنا الديبلوماسية متاعنا حتى ولو قاطعين العلاقات مع الكيين لكن لازم يخذوا موقف لازم وزارة الخارجية تاخذ موقف لازم يكون ثم موقف ديبلوماسي قوي في الحكاية هذية راهو ننساول عرك الداخلي نوليو الناس الكل يد واحدة سلاح واحد وكلمة واحدة خاطر هذية ظاهر معناها ثم اختر مستقسادنا ويويلو انه يكون واحد من المخاطر جاينا من داخل وما غير من زيد نجبت اكثر من هكا خاطر مناش نقصين مشاكل على مشاكل اما اللي نحب نقوله اللي لازم لكلنا نفيقه ونتصديه للحاجة اللي صارت البرح وما تتعديش هكاكا وتولي تحكي عليها عبيد البر وما نحكي واش عليها ان احنا اللي الحاجة تمسنا بلادنا ارضنا هذيكا اسم بلادنا يتحط في الكيين ولا في غير الكيين انه يشرفنا ولا ما يشرفناش ما ينحي حتى بشر اسم تونس من فوق خريطتها والسليم